بسم الله الرحمن الرحيم أعلا وسهلا بكم في الفيديو ده نستعرض عليكم أبرز وأهم التغيرات والميزات الجديدة في تحديثات ويندوز 11 بيتا الفيرجن 23 اتش اتنين البلد الجديد أو البناء الجديد أحدث اصدار 22635 ضد 4655 طبعا ما استعرضنا وشبقا لنا فترة كتيرة تغيرات نسخة البيتا لكن في هذا الفيديو هنستعرض جميع الميزات التي صدرت في الفترة الأخيرة حتى الآن على نسخة ويندوز 11 بيتا أولا يأتي هذا التحديث بإضافة بعض التغيرات على مستكشف الملفات دلوقتي أصبح بإمكانك فتح أي ملف موجود مثلا في أي مكان بدل ما كان بيتم فتحه في صفحة منفصلة لمستكشف الملفات هيتم فتحه دلوقتي في علامة تبويب جديدة في المستكشف مادم أن المستكشف مفتوح يعني على سبيل المثال لو فتحنا مستكشف الملفات بعد ذلك مثلا كان عندك ملف موجود على سطح المكتب أو عندك ملف عصارت عليه عن طريق البحث طبعا الملف ده كان في الصابق عشان تفتحه يعني لو عملنا ملف جديد هنا مثلا على سطح المكتب طبعا الملف ده كان في الصابق عشان تفتحه حتى لو إن مستكشف الملفات مفتوح كان بيتم فتحه في نافذة منفصلة لكن دلوقتي مجرد فتحه هيفتح في علامة تبويب جديدة في نفس مستكشف الملفات بما في ذلك لو في ملف معين انك عصرت عليه مثلا من خلال بحس الويندوز بنفس الكافية لو اننا استخدمنا البحث مثلا في العصور على اي ملف موجود عندنا داخل مستكشف الملفات في اي قسم او في اي مكان مثلا مجلد السكرين شوت لو انك كنت هتفتح هذا المجلد في السابق كان بيتم فتحه في علامة تبويب منفاصلة او في صفحة منفاصلة لكن دلوقتي هيتم فتحه زي ما انكم شايفين في صفحة او في علامة تبويب جديدة في نفس مستكشف الملفات وتقدر انك تعدل على هذه الخاصية يعني عندك الحرية ما بين انك تختار ان المجلدات تفتح في نافذة منفاصلة او تفتح في علامات تبويب جديدة داخل نفس المستكشف من خلال سلاس نقاط بعد ذلك options هتلاقي ان تم اضافة هذا الخيار عندك open disk top folders and external folder link in new tab فتح مجلدات سطح المكتب ورابط المجلدات في صفحة تبويب جديدة داخل مستكشف الملفات لو ان هذا الخيار ماشي معاك تقدر ان تتسيبه معلم عليه بشكل افتراضي او انك بقى تحدد الخيار open edge folder in its one windows يعني فتح المجلد في نافذته الخاصة او فتح المجلد في علامة تبويب منفاصلة يعني لو اننا حددنا هذا الخيار بعد ذلك apply ok وفتحنا new folder زي ما انكم شايفين هيفتح في نافذة منفاصلة لكن طبعا الخيار الجديد او الميزة الجديدة هي الافضل من حيث انها هتفتح معاك في نفس المستكشف صفحة جديدة او علامة تبويب جديدة بدلا من الكثير من صفحات مستكشف الملفات ايضا تم اضافة خاصية جديدة لمستكشف الملفات متعلقة بحفظ واستعادة علامات التبويب او صفحات علامات التبويب عند اعادة تشغيل الكمبيوتر او عند فتح جهاز الكمبيوتر لو انك توجهت الى الثلاث نقاط ايضا بعد ذلك option ثم بعد ذلك هنا من خيارات الملفات تبويب view هتلاقي ان تم اضافة خيار زي ما انكم شايفين كده restore previous folder windows 8 login n يعني استعادة الجلسة السابقة من ملفات او من صفحات مستكشف الملفات بعد تسجيل الدخول الى جهاز الكمبيوتر يعني لو انك حددت هذا الخيار بعد ذلك apply wk وكان عندك في عدد من صفحات مستكشف الملفات مفتوحة بعد اعادة التشغيل طبعا هتكون الميزة دي مهمة لو ان جهاز الكمبيوتر فصل عن طريق الخطأ بحيث عند فتح جهاز الكمبيوتر تفتح مستكشف الملفات تلاقي علامات التبويب او الصفحات اللي انك كنت فتحها موجودة زي ما هي ولكن بالاضافة الى تمكين هذا الخيار الجديد من خيارات مستكشف الملفات هتحتاج تتواجه الى الاعدادات بعد ذلك تبويب الحسابات ثم بعد ذلك خيارات تسجيل الدخول بعد ذلك هتفعل هذا الخيار يعني الحفظ التلقائي للتطبيقات القابلة لاعادة التشغيل واعادة تشغيلها بعد تسجيل الدخول بعد تفعيل هذا الخيار في المرة القادمة بعد اعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر او تقريبا لو ان جهاز الكمبيوتر فصل عن طريق الخطأ هيفتح معك مستكشف الملفات مع نفس علامات التبويب مرة اخرى بما في ذلك ايضا تم اضافة ميزة جديدة لمستكشف الملفات بامكانك مشاركة الملفات بشكل سريع او بشكل مباشر من قائمة كليك كيمين الى التطبيقات التي تقبل المشاركة من قائمة كليك كيمين يعني مثلا لو في ملف عندك محتاج تشاركه في تطبيق معين او صورة محتاج تشاركها في تطبيق معين فكليك كيمين عليها هتلاقي ان تم اضافة هذا الخيار لمشاركة الملفات بشكل تلقائي الى العديد من التطبيقات المدعومة او التي تدعم تشغيل هذه النوعية من الملفات طبعا ده امر كويس جدا لمشاركة الملفات بشكل سريع جدا الى اي تطبيق انك محتاجه بشكل مباشر بما في ذلك تم اضافة القدرة على انشاء مجلد بشكل سريع الى جزء التنقل في مستكشف الملفات يعني ممكن تكون موجود داخل مستكشف الملفات محتاج انك ترجع الى قسم معين تضيف فيه ملف بعد ذلك تنقل لي بعض الملفات فهذه الميزة هتوفر عليك هذه العملية بمعنى مثلا محتاجين نتوجه الى الدونلود او مثلا قسم الدكومنتس او اي كورس موجود عندنا مثلا هذا الكورس كيكي مين عليها هتلاقي انه تم اضافة نيو بعد ذلك فولدر هينشئ معاك فولدر تقدر من هنا انك تسميه اي اسم كذلك الحال تقدر انك تنقل فيه اي عدد ملفات طبعا عن طريق السحب والافلات بما في ذلك طبعا تقدر انك بضغط عليه تتوجه الى هذا المجلد طبعا ده امر كويز جدا لمشاركة او التنقل داخل المستكشف بشكل سريع ايضا لضيف هذا تحديث ميزة الاستئناف او ميزة ريزيم لو انك توجهت الى الاعدادات تطبيق الاعدادات عندك بعد ذلك من جزء التنقل على اليسار قسم التطبيقات هتلاقي في الاسفل انه تم اضافة خيار او كسم ريزيم الاستئناف هذه الميزة بتتكامل مع تطبيق الوان درايف على هواتف الاندرويد وهواتف الايفون يعني لو ان عندك تطبيق وان درايف على الهاتف بتاعك بعد ذلك انك مسجل عليه بنفس الايميل اللي انك بتستخدمه على الويندوز بعد ذلك فيه بعض الملفات المخزنة سحابيا زي ملفات الورد ملفات البور بوينت ملفات الاكسل ملفات البي دي اف اي ملفات نصية مخزنة سحابيا انك فتحت اي ملف على الهاتف عندك سواء انك فتحته فقط او فتحت وعدلت عليه بعد ذلك انك فتحت جهاز الكمبيوتر فيظهر معاك اشعار نفس هذا الاشعار لو انك ضغطت عليه فيفتح لك نفس الملف اللي انك كنت فتحه على الموبايل لاستكمال عملية التعديل او تصفح هذا الملف على جهاز الكمبيوتر ايضا وضيف هذا التحديث اختصار جديد او خيار جديد للتفاعل بشكل سريع مع خاصية الايموجي الرموز التعبيرية بشكل سريع من شريط المهام او بشكل تلقائي عند استخدام خاصية او عند الكتابة يعني لو انك توجهت هنا الى البرسوناليزيشن الطابع الشخصي بعد ذلك اخترت شريط المهام التاس كبار هتلاقي ان تم اضافة اعداد جديد او خاصية جديد الايموجي بعد ذلك بيكون في عندك التبويب ده منه بيكون في عندك نيفر بالتالي لو انك محتاج الايموجي فهتحتاج انك تفتحها بشكل يدوي او الخيار التاني بحيث انها تفتح معاك او تظهر على شريط المهام بشكل تلقائي عندما تبدأ في الكتابة انها تظهر معاك بشكل دائم على شريط المهام بنفس هذا الاختصار بحيث بضغطة واحدة يفتح معاك الايموجي وتبتدي انك تستخدمه لكن الافضل اظن ان هي تفتح معاك اسناء الكتابة يعني لو حددنا هذا الخيار بعد ذلك مثلا توجهنا الى اي تطبيق مثلا من تطبيقات التواصل او اي ملف نصي انك بتستخدمه ثم انك بدأت في الكتابة ومجرد انك ضغط فقط على العنصر الخاص بالكتابة فزي ما انكم شايفين على شريط المهام بتظهر معاك الايكونة بدغطة عليها بتفتح معاك وتقدر انك تستخدم الرموز التعبيرية اللي انك عايزها بشكل سريع جدا ايضا ده اختصار مهم جدا او اختصار قوي جدا للتفاعل مع الرموز التعبيرية بشكل سريع بما في ذلك ايضا تضيف مايكروسوفت او تسهل عملية مشاركة الملفات من خلال التطبيقات في قائمة ابدأ او في شريط المهام يعني مثلا لو اننا توجهنا الى قائمة ابدأ كان في تطبيق معين مثلا او على سبيل المسال مثلا تطبيق النوت باد او اي تطبيق اخر مثلا انك شارك تعليم لفات او فتح تعليم لفات كليك كيمين عليه بتظهر معاك قائمة وصول سريع منها خيار شير بتضغط عليه بشكل مباشر بيفتح معاك قائمة مشاركة الويندوز لبدء مشاركة هذا الملف بما في ذلك لو فيه مثلا ملف انك فتحته باستخدام اي برنامج نصي او مثلا برنامج الصور او برنامج او اداة القاطع اداة سنابينج تول وغيره من هذه التطبيقات وهذا التطبيق مسبت على شريط المام حتى لو انه مش مفتوح فاكليك كيمين عليها تلاقي ان قائمة الوصول السريع ظهرت معاك وفيها العديد من الملفات اللي انك فتحتها قبل كده وايكونة مشاركة موجودة بالضغط عليها يفتح معاك نافذة المشاركة بشكل سريع بما في ذلك ايضا بالنسبة لعملية مشاركة الملفات سواء الملفات المحلية على الويندوز او الملفات السحابية او مواقع الويب باستخدام مشاركة الويندوز فيصبح هيظهر معاك تلميح دلوقتي يظهر معاك بعض العناصر او بعض التفاصيل المتعلقة بالملف او الموقع اللي انك بتشاركه ايضا نضيف هذا التحديث تغيرات على العناصر المرئية لايكونات وبطاقات عملية المصادقة باستخدام الويندوز هلو سواء انك بتسجل دخول على الويندوز او بتسجل دخول على بعض المواقع لو انك مفعل مسلا خاصية التحقق بخطوطين وما الى ذلك يعني دلوقتي هتظهر معاك ايكونات جديدة نفس هذه الايكونات على بطاقات عملية المصادقة بنفس هذا الشكل يعني على سبيل مثال لو توجهنا الى موقع مثلا حبينا اني انا نسجل دخول على هذا الموقع بعد ذلك تطلب مننا رمز المصادقة او الباس كي مفتاح المرور فزي ما انكم شايفين دي هتكون شكل البطاقة الجديدة اللي هتظهر معاك للمطالبة بمفتاح المرور او برمز عملية التحقق بما في ذلك ايضا ودي في هذا التحديث تغير جديد على خاصية تغير بسيط بحيث دلوقتي عند ده المرور فقط بمؤشر الموس على ايكونات من سطح المكتب فتفتح معاك بشكل تلقائي لمعرفة معلومات سريعة عن الصورة اللي موجودة في الوقت الحالي او للتبديل ما بين الخلفيات اللي موجودة بشكل سريع بما في ذلك ايضا وضيف هذا التحديث متصفح الالعاب او المساعد اللعبة لمتابعة عملية التصفح بشكل سريع اثناء عملية اللعب يعني مثلا محتاج انك تتصفح محتاج انك تلعب لعبة محتاج انك تشغل ايميلات او تتصفح ايميلات وما الى ذلك من خلال المتصفح فتضغط على مفتاح ويندوز وحرف الجي هتفتح معاك اداة الجيم بار الخاصة بالإكس بوكس طبعا الاداة المعروفة اللي من خلالها بتقدر انك تتابع استهلاك موارد الجهاز وما الى ذلك من هذه الامور بنفسي كيفية تفتح معاك مساعد اللعبة الجديد اللي من خلاله بتقدر انك تتابع او تستخدم المتصفح بشكل جانبي او بشكل سريع طبعا هذه الخاصية في الوقت الحالي متاحة فقط لمستخدمين ويندوز 11 من خلال برنامج الانسيدر نسخة بيتا وديف وكاناري وبتتطلب ان يكون متصفح ايج عندك النسخة التجريبية او البيتا وبكده نكون استردنا على حضراتكم ابرز واهم التغيرات والمميزات الجديدة في احدث اصدارات نسخة ويندوز 11 بيتا واللي طبعا قادمة او هذه الميزات هي اللي بيتم اختبارها وتطويرها بحيث انها تتوفر بعد ذلك لنسخ ويندوز 11 23 اتش اتنين و24 اتش اتنين النسخ الرئيسية فما تنساش من دعم هذا الفيديو بلايك ولو عندك اي تعليق او اي صفصار اللي في التعليقات وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته